كان فيه شوية ماتشوات حلوين اوي. بس الاسب الشديد كان عدي ماتشو ودي ريخم اوي وكان طويل اوي وطولنا وعدنا كتير اوي فالاسب ما اتفرجتش على ولا ماتشو من ماتشوات دي. فكررت ان انا ارجع اعيد عليهم كلهم واتفرج على ملخصاتهم كلهم. وكررت ان انا ابدأ بملخص مباراة الرجاء وحرية. لان كان نفسي افهم ازاي رجاء تغلب من حرية. اول لقيت الماتش في غينيا. ولقيت الماتش الساعة تلاتة العصر قلت بس الموضوع واضح جدا. اللاعبة بتاع المغرب ما بيعرفوش يلعبو في اجواء حارة. ما بيعرفوش يلعبو في ارضيات مش مستوية زي ملعب حرية كونكر. ان ملعب حرية ده اللي هنا فيه ذكرات سيئة اساسا. وملعب بعيدة عندك ما تلعبش في كورة. مس الازمة بالنسبالي هو ان الرجاء لبس جنين في تلات دقائق يعني. يا دي ازمة كبيرة بصراحة. لان الفرعة من شهات ما رشيد التوصي ما جيه وبعد رحيل مارك فليموتس الفرعة بدأت تاخد منحنة تصعودي. بس الاسم الشريط لما تبصت على الملخص بتاع المباراة هيكتشف ان فيه مشكلة كبيرة جدا في الاتنين مساكين بتوع الرجاء. اه معلش يعني. ده كلام بيزعل بس الكلام ده لازم يتقاتل. الكرة العالية كلها الناس زيتها وقتها بسم الله ما شاء الله سيء جدا 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 جدا. لقد دورت على مروان الهدهودي دورت على جمال حركيس هتلاقي بسم الله ما شاء الله كان فيه كرة قبل هدف التعادل برضو معرفوش يتعامل معها والحارس صدى لها بامتياز. وكان فيه كرة قبلها كورة عالية كلها. قط الدفاع بتاعك بيفشل ان هو يتعامل فيها. ده غير عبدالله لما تكون اللي عم تضرب الجزاء غريبة ومحترامي غرية شوية. لانه تنسي داخل فيه جون. تعملوا ضرب الجزاء ليه يعني. سيبوا يا عم يا عدي. ايا كده كده خربانة. سيبوا يا عدي. مش هجيب جون يعني. اللي هيب يا دول بيضعها في الستة لها ضرب جدا. وبعدين شفنا بقى بقي هدف بتاع الحرية كونكر التاني. شفنا لانه بعد هدف حرية لتاني ان الرجاء بدأ يخش في الجيم تاني ولانه ان الرجاء بدأ يضيع فرصة. وشوب التاني بقى كان شور غريبة الاطوار. شو اتقدر ثول ان حرية كان يسجل فيها 되فين تلاتة. وشوف تقدر طول ان الرجاء ضيعها هدفين تلاتة. لانه شو التاني كان جيم مفتوح حرفيا. جيم مفتوح الرجاء كان بيضيع لان الرجاء قرر ان هو يغير مصطفى قويته وينزل وينزل كديمة كبونجو وكبونجو ده بسم الله ما شاء الله يعني يضيع كورتين خريبتين بصراحة يعني في كورة تصويبها الحالي صدها وترطت وضيعها بطريقة مريبة بالنسبة لان اللي هو يا ما انتا مش فروت ازاي بيحطها ببطن رجلك فوق اوي كده ما حاجة غريبة برضو وبرضو ضيع واحدة بعديها بس برضو الناحية التانية لعيبة حرية كونكري ضيعها كتير قدام مرمى مروان فاخر مروان فاخر اللي كان متقلق مبارح مروان فاخر اللي عمل تصديات انقذة الرجاء من النتيجة تكون كبيرا مبارح لان زي ما قلت لك الشوت الثاني كان شوت غريب شوت كان جيم مفتوحه وشوت كان جميل جدا لا حد بحب الكورة شوت كان الرجاء ممكن يلبس فيها ده فين والرجاء ممكن يسجل فيها ده فين بس هنرجع ونقول انه عادي هو ده الرجاء وهو ده اللعيب العربي لما بيروح يلعب الساعة الثلاثة العصر ما بتسليش منها ايه نتيجة اتلاقي اربعة هتلاقي فيه شمس موجودة هناك هتلاقي خلاص انا نازل هتغرب انا معرفش شلعة مرام في الاجواء دي وبالزداد ده لو قد ديها سيئة ياه ده انا جيت في الملعب بتاعي غير من الامانة رشيد التوصي او اي موديل في عينيه هيحتاج كتير قوي علشان خاطر يحل الحكي الكتير اللي كان ماركو في اه مستوى الوداد بدأ يتراجع في الدوري وانت بدأت تتقرب من الوداد في الدوري والفرق بقى ثلاث نقاط حرفيا فخلاص بالنسبة لك بدأت ترجع في الدوري وفي دورة الابطال جه السكوت كده غريب قدام حراكوناكري مفيش اي مشكلة انت متصدر المجموع مفيش اي مشكلة خلاص ان حراكوناكري يبقى واخد ثلاث نقط منك انت بس بس في مشكلة لو انت تعثرت بالخسارة دي واتمنى ان الرجاء لا يتعثر بالخسارة دي واتمنى المدارب كبير عنده خبرات زي التوصي يعرف ان هو يرجع لك فرقة تاني ويعرف ان هو يعيد الامور تاني لفرقة الرجاء لو عجبك الفيديو اعمل لك لما عجبكش الفيديو اسمعت التوق دي فلقلتك انت بتلطم عليه الشهنين اي 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 اقلتك بتبداعك متعودة تلعب قدامنا بس وقت رخامة بعد عنك فلو عجبك الفيديو اعمل لك ما عجبكش الفيديو فا ارأيكو احصار